موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من السيديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعناوين استشهاد امرأة وإصابة أخرى برصاص قناص حوثي في تعز مأرب تحتضن حفلا تكريميا لعمال اليمن بمناسبة الأول من مايو استنكار واسع لاستهداف قادة الجيش والمقاومة في الضالع استهل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم استشهدت امرأة مسنة وأصيبت أخرى برصاص قناصة ميليشيا الحوثي الإرهابية في قرية الشقب في صبر بتعز وقال شهد عيان إن زيتون أحمد محمد غالب وزهر أحمد الفقي خرجنا لرعي الأغنام لكن قناصة ميليشيا الحوثي الإرهابية المتمركز في تبة الصالحين شرق القرية قنصهن لتستشهد زيتون على الفور فيما أسعفت الحجة زهرة إلى المستشفى وأكد أهالي المنطقة أن قناصة ميليشيا الحوثية في الشقب يواصلوا استهداف كل شيء في القرية وأن العشرة من السكان أصيبوا أو قتلوا جراء استهدافهم كما استشهدت أم وطفلها اليوم في قرية الرجمة حذران غرب مدينة تعز جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية في المنطقة الحقيقة نقول لكم معاناة الشقب المنكوبة الشقب الأليمة الشقب المنسية من كل وسائل الإعلام قناصة الحوثية المتمركزة في تبة الصالحين شرق منطقة الشقب تستهدف يوميا المواطن والحقر والشقر والحيوان صباحا خرقت العم زيتون حنف المدغالب وكذلك الحق موجودة الآن معنا في السيارة وهي زهرة أحمد الفقي صالح لرعي الأغمام هماك في الوادي فوقه القناص الحوثي سلاحه بشكل مباشر ومتعمد وقتل الحق زيتون حنف المدغالب وقرح العم زهرة أحمد الفقي صالح هذا ما يحدث في قرية الشرق التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر اليوم بدائرة الخدمات الطبية واللجنة الطبية العسكرية لمناقشة القضايا المرتبطة بملف الجرحة وأكد نائب رئيس اهتمام القيادة السياسية وتقدير كل اليمنيين للتضحيات التي بذلها أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات في سبيل تحرير اليمن وحماية مبادئ الثورة والجمهورية وعبر النائب الرئيس في اللقاء عن بالغ شكره وتقديره للدول الشقيقة والصديقة وللمنظمات والمراكز الإنسانية وفي مقدمتها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساهمتها وجهدها البارز في استقبال وعلاج الجرحة مؤكدا بأن هذه الجهود الإنسانية النبيلة ستظل محط تقدير اليمنيين واحترامهم وشدد على تلمس هموم وأحوال الجرحة ومضاعفة الجهود لحل إشكالاتهم ومنح العناية الطبية اللازمة كأقل واجب نحو من سكبوا دماءهم في معركة العزة والكرامة والشرف ووجه نائب الرئيس في اللقاء بتسهيل إجراءات نقل عز لنقل عدد من الجرحة للعلاج في الخارج وتهيئة بعض المراكز والمستشفيات الطبية وتوفير المستلزمات والأدوية اللازمة بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر برقية تهنئة للعمال اليمنيين بمناسبة عيد العمال العالمي وأشاد بدورهم الكفاحي ونضالهم في سبيل نهضة اليمن وأشار نائب الرئيس إلى أن قطاع العمال من أكثر القطاعات تأثراً بانقلاب ميليشي الحوثي التي قضت على كل فرص العمل في المحافظات التي تقع تحت سيطرتها بغية التحشيد للجبهات وأكد الفريق محسن على الدور المحوري المنوط بعمال اليمن في المرحلة القادمة التي هي مرحلة إعادة الإعمار والبناء فالدمار الذي خلفته النازية الحوثية تتطلب حشد كل الجهود والطاقات والإمكانات لإصلاح ما دمرته الحرب وبناء اليمن الاتحادي الجديد وسيكون العمال في طليعة من يطلعون بهذا الدور والواجب الوطني أقيم في محافظة مأرب حفل تكريمي لعمال اليمن بمناسبة الأول من مايو عيد العمال العالمي المزيد في التقرير التالي برعاية اللواء سلطان بل علي العرادة محافظ محافظة مأرب رئيس المجلس المحلي أقام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل حفلا خطابيا وفنيا وتكريميا بمناسبة الأول من مايو عيد العمال العالمي الحفل حضره وكيل المحافظة علي الفاطمي ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ حسن الشبواني نحتفي هذا اليوم الأول من مايو بهذه المناسبة العالمية عيد العمال العالمي بهذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد لنثبت الجميع نحن هنا في محافظة مأرب في ظروف استقرار ونهضة تنموية شاملة وهناك بفضل الله عز وجل الكثير من فرص العمل التي أتيحت بحكم التوسع الحاصل في المنشآت التجارية وقطاعات الأعمال وفي الحفل ألقيت كلمات أكدت على أهمية تكريم العمال وأهمية ما يقومون به من دور في عملية البناء والتنمية وقد أشهد العمال المكرمون بجهود السلطة المحلية في مأرب واهتمامها بالعمال نشكر الأخوة في السلطة المحلية لرعايتهم لهذه الفعالية الكريمة ومن هذا المكان نهني ونبارك كل عمال اليمن ولعلنا في محافظة مأرب نحظى بنوع من الرعاية عمال المأرب يحظون برعاية كاملة عن ما سواهم في المحافظات الأخرى ولعلها تفرج عليهم قريبا إن شاء الله تعالى ونحن يدن بيد لمساندتهم بإذن الله تعالى وفي نهاية الحفلة تم تكريم مئتي عامل وعاملة بشهادات تقديرية وجوائز عينية في الوقت الذي يحتفي فيه العمال بمحافظة مأرب بمناسبة ذكرى يوم العمال العالمي يفتقد آلاف من العمال في المحافظات الخاضعة للسيطرة الحوثيين لأدنى حقوقهم المتمثلة في رواتبهم عدنان غيلان سهيل محافظة مأرب منذ انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية على الإجمع الوطني وسيطرتها على مؤسسات الدولة عملت على هدم مقومات الحياة ودفعت غالبية الشعب اليمني إلى عراء الفقر والمرض والبطالة وكان العمال من الفئات الأكثر تضررا من جحيم الانقلاب الحوثي وصار العمال في ظل الميليشيا بلا عيد ولا عمل المزيد في التقرير التالي لا عيد في زمن العبيد هكذا يبدو واقع حال العمال في مناطق سيطرة الميليشيا فالانقلاب الذي نكب الجميع وأفقر كل فئات المجتمع باستثناء الحوثيين حول حياة العمال إلى جحيم انتظار للأسوأ في ظل الواقع السيء وميليشيا السوء رفعت الميليشيا في بدايات انتفاشتها شعارات براقة وجعلت من رعيف العيش علامة على جنة العيش المنتظرة في ظل القادمين من ظلال الكهوف شعارات خدع بها ابتداء بعض العمال قبل أن يفاجأوا بأنهم في زمن تغلق فيه المصانع والشركات لتفتتح فيه مزيد من المقابر زمن بات الفوز بعمل في الحراج أمنية أستاذ جامعة فضلا عن العامل المسكين الذي منى نفسه طويلا بفرصة أفضل من الحراج فإذا الحراج يغضو أمنية نكبت الميليشيا اليمنيين بعمومهم فأصبحت التساؤلات مع مجيء عيد العمال العالمي أكثر من كل الأجودة فمن هم العمال المقصودون في يمن يبحث فيه الجميع عن عمل وهل لمن يبحث عن لقمة فاصلة بين الموت والحياة عيد وما موقع العمال أصلا في قاموس سلالة ترى أن السم اختارتها ليعمل الباقون على راحتها وهل من إحصائية لعدد العمال الذين اختطفتهم الميليشيا من مسار البحث عن عمل تاركة أهاليهم يبحثون عنهم ليجدوا في النهاية صورة وتابوت التأكيد على مأساوية حال العمال في مناطق سيطرة الانقلابيين لا يعني بالضرورة أن وضعهم في أفضل حالاته في مناطق سيطرة شرعية فالعمال الذين طلب الانقلاب حياتهم رأسا على عقب ينتظرون دوران عجلة التنمية بشكل منتظم ومتسارع في المناطق المحررة ليكسبوا رزقهم من عرق جبينهم في مستقبل يتمنى فيه العمال أن ينال حقوقهم كاملة غير منقوصة ليكون لهم حينها عيد عيد يكون فيه ومعه معنا لتغني الجميع مع شوقي افتخارا بالعمال وإدراكا لأهميتهم أيها العمال أثنوا العمر كدا واكتسابا واعمروا الأرض فلولا سعيكم أمست يا بابا أكد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر على ضرورة وحدة الصف والالتفاف حول الشرعية والقيادة السياسية والدفاع عن القيم الوطنية والثوابت السامية ورفض كل دعوات التمزق والاختلاف وشدد رئيس الوزراء في الاجتماعي الموسع مع قيادات مجلس أعيان أرخبيل السقطرة على أهمية تماسك النسيج الاجتماعي في كافة مدن وجزر الأرخبيل وعدم السماح لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الأرخبيل وشد رئيس الوزراء بجهود وأدوار دول التحالف العربية الذين هبوا لنجدة اليمن من التدخل الإيراني عبر الانقلاب الحوثي على الدولة وفرضهم حربا عبثية طال دمارها الكثير من المحافظات اليمنية واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول احتياجات المحافظة من المشاريع والخدمات وأكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ كافة المشاريع التي بدأت فيها في مدينة حديب وكافة جزر الأرخبيل انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية التقى رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغري اليوم بعدد من الشخصيات الاجتماعية والثقافية في محافظة السقطرة بحضور محافظ أرخبيل السقطرة رمزي محروس وكرس اللقاء لمناقشة القضايا التي تهم أبناء السقطرة في الجوانب الإدارية والعسكرية والأمنية والخدمية والمعاناة التي يتعرضون لها وخصوصا عملية النقل والتواصل مع المحافظات الأخرى فقال رئيس الوزراء إن الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم والتي أجمع عليها اليمنيون بمختلف توجهاتهم هي الطريقة الأمثل والملائمة التي تضمن أمن اليمنيين والتوزيع العادل للسلطة والثروة وأعرب رئيس الوزراء عن شكره لدول التحالف العربي على مساندتهم ووقوفها الدائم مع اليمن وشرعية في مواجهة انقلاب الميليشيا الحوثية لقيت عملية إخلاء المؤسسات الحكومية من المسلحين وتسلمها للجهات المختصة في الأمن والشرطة العسكرية لقيت ارتياحا شعبيا واسعا مطالبين بسرعة استكمال عملية الترميم لبدء مؤسسات الدولة في مزاولة عملها نتابع استعيدت مؤسسات الدولة واستلمت من قبل قوات الأمن الخاصة الذين استلموا هذه المباني وهي بعهدتهم حتى تأتي كل مؤسسة بلجنة خاصة ويتم الاستلام رسميا بعد حصر وجرد كل الأضرار التي لحقت بالمكاتب فهي ما زالت كما هي منذ أن خرجت منها ميليشيات الحوثية خطوة إيجابية ورائعة بحيث أنه تطبع الحياة المدنية وتبسط الدولة على مؤسسات الدولة نستها وحقيقة أثبت أبناء تعز أنهم قادرين على تقاوز كل الخلافات وقادرين على تفويت الفرصة أمام من يريد التعز الفوضى المواطنين في مدينة تعز يشعروا بارتياح تام لما تم من إخلاء المؤسسات الحكومية والمقرات الحكومية التي كانت تسيطر عليها بعض الجيئات لذلك تشوف البشر والبشاشة في وقوه الناس ويعادة الأمل للناس بقى تطبيع الحياة الأمنية في بعض الأحياء الارتياح لما تشوف الآن الشارع والحركة والنشاط هذا دليل أن الناس يبحثوا عن الأمن يبحثوا عن الاستقرار نتمنى الاستمرار والضرب من الحديد على كل الأصعابات الجرامية ارتياح شعبي غير مسبوق من فرد جناحي الدولة على كل المناطق المحررة وشعور رجل الشارع بأن الأمن هو الجهة الوحيدة التي يجب أن تحمل السلاح وتحافظ على أمن المدينة وتستلم وتحافظ على كل المؤسسات عمّة الشعب مرتاح ونحن مرتاحين ونبدأ نشعر بنوع من الراحة والإطمئنان بحيث أن مؤسسات الدولة عادت إلى مسارها الحقيقي ونحن نتمنى من الأخ المحافظ والأخ قائد المحور أو الأخ واللقنا الأمنية أن يستمروا بهذا النهج وأنهم يواصلوا لأن تعز هي دولة هي تريد دولة هي مشروع دولة تسليم مؤسسات الدولة والمقرات الحكومية والخاصة هذه خطوة قبارة وخطوة عظيمة سعينا لها في اللقاء المشترك وفي أحزاب التحالف السياسي للسناد الشرعية سعينا لها منذ وقت مبكر على أن تسلم هذه المقرات والمؤسسات للدولة والجيش والأمن الخطوة المهمة كذلك لا بد من القبض على كل الخارقين على القانون والمتمردين والواقفين ضد آمن واستقرار تعز أيا كانوا هؤلاء بحسب مراقبين فإن تسليم المؤسسات للجهة الأمنية يعد نقلة نوعية في تثبيت دعائم الدولة وخطوة على طريق التحرير من ميليشيات الحوثي خاصة بعد التأييد الكامل من القوى السياسية لكل التحركات التي قام بها محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية والتي تهدف إلى تأمين المدينة وجعل المواطن يشعر بوجود من يحميه ممثلا بالدولة الشرعية التي تسعى لإسقاط الإنقلاب نهائيا وجعل كل الوطن يشعر بوجودها من خلال القوات المسلحة والأمن الضامن الوحيد لاستقرار البلاد من أقصاها إلى أقصاها أكد محافظ تعز الدكتور أمين محمود إن تعز تشهد تحولات مهمة تتمثل باسترجاع المؤسسات والمكاتب التنفيذية وبسط سلطة النظام والقانون في كل المناطق داخل المدينة وذلك عبر أدوات الدولة المتمثلة بالجيش الوطني والأجهزة الأمنية مؤكدا أنه سيتم إخلاء كافة المؤسسات على مراحل وفق معايير الأهمية والأولوية وكذلك إخلاء كل الأماكن داخل المدينة وإصلاح الأضرار الناجمة عن الحرب وتجهيزها للعمل بما يخدم المواطنين وأكد المحافظ خلال اجتماع موسع بحضور رئيس اللجنة الرئاسية اللواء الركن صالح قائد الزنداني نائب رئيس هيئة الأركان العامة أكد عزم السلطة المحلية على تطبيع الأوضاع وبذل الجهود لتمكين الأجهزة الأمنية من أداء مهامها مع التركيز على الهدف الرئيسي والمتمثل باستكمال تطهير المحافظة من ميليشيا الحوث الإرهابية إلى ذلك قال قائد المحور العسكري في تعزل لواء الركن خالد فاضل الاستعداد أكد استعداد الجيش الوطني لإخلاء كافة المؤسسات وحمايتها لأداء مهامها مؤكدا أن أبطال الجيش الوطني الذين يضحون بأرواحهم للدفاع عن تعز سيكونون في المقدمة وعونا لتطبيع الحياة العامة وحماية حقوق المواطنين وتثبيت الأمن والاستقرار وأكد الاجتماع على الخروج من المؤسسات والمقرات العسكرية والأمنية والمكاتب التنفيذية وتسليمها للسلطة المحلية وسرعة إيجاد البدائن لما فيه تطبيع الأوضاع وتحقيق الأمن والاستقرار في المحافظة هذا وقال نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن صالح قائد الزنداني إن تطبيع الحياة العامة في تعز تعد مهمة أساسية وأولوية قصوى للسلطة المحلية وتحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية بقيادة رئيس الجمهورية والذي يتابع بشكل مباشر التطورات والإجراءات الهادفة إلى تطبيع الأوضاع ودعم جهود السلطة المحلية لتثبيت الأمن والاستقرار وتوحيد كافة الجهود لاستكمال عملية التحرير وتطهير ما تبقى من المناطق من سيطرة الميليشيا الحوثية الإجرامية وثمن اللواء الزنداني التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء تعز وذلك بقرابة خمسة آلاف شهيد وأكثر من عشرين ألف جريح لهزيمة ميليشيا الحوثي مشيرا إلى تحريرهم خمسة وثمانين في المئة من المناطق في تعز كما أكد أن القيادة السياسية على تنسيق متواصل مع التحالف العربي لتوفير المتطلبات والإسناد الميداني والجوي لعمليات التحرير في تعز وخلال الاجتماع الموسع أشهد قائد المنطقة العسكرية الرابعة لواء الركن فضل حسن بالأدوار البطولية التي يقدمها الجيش الوطني في تعز وتحرير معظم المناطق من سيطرة الميليشيا مؤكدا أن أبطال الجيش الوطني يضحون بأرواحهم في الجبهات وسيكون الأداة الحقيقية للدولة في تطبيع الحياة العامة وتنفيذ القرارات والتوجهات المتعلقة بترسيخ دعائم النظام والقانون وخدمة المواطنين وشدد على ضرورة الابتعاد عن الخلافات وسرعة إخلاء المؤسسات وإتاحة المجال أمام السلطة المحلية للعمل على تسهيل أمور المواطنين وخدمة قضاياهم عندما تصبح المؤسسات والمناطق باستلام وعهدة أجهزة الدولة تحضر الخدمات تباعا وتنتعش الحياة ويعود السكان وينشط الجانب الاقتصادي وهذا ما بدى يحصل في منطقة العرضي بعد يوم واحد من استلام قوات الأمن لها حيث دشنت اليوم حملة واسعة لرفع المخلفات المتراكمة في المنطقة وسيلحق العمل في كل المؤسسات والجهات الرسمية والشعبية حضور الدولة بالمناطق المستلمة يوم أمس لم يقتصر على تواجد أمني وحراسات فقط بل بدأت الدولة اليوم بتنظيف المنطقة حاشدة المعدات الخاصة بصندوق النظافة والتحسين توقيهات من الأخ محافظة المحافظة رئيس المجلس المحلي رئيس مجلس إدارة الصندوق النظافة والتحسين للتعاون مع مكتب الأشغال تم التوقيه من قبل المحافظ بأنه يتم عملية تطميع الحياة في القهة الشرقية وخاصة بعد سلام المكاتب الحكومية والمقرات الشرطة والحكومة وأيضا المقرات الخاصة ولذلك يجب أن تعود الحياة إلى مدينة تعز ويجب أن شريان الدماء أن يكون في هذه المنطقة بشكل كبير والدولة تبسط جناحها على هذه المنطقة بكل أدواتها سواء في النظافة أو في الأشغال بالفعل بدأت الحياة تتطبع بهذه المناطق التي كانت شبه معزولة ولا يمر منها إلا مضطر أو مسافر على حذر اليوم بدأ المواطنون من كل الأعمار يستطلعون المنطقة كما بدأ السكان يأتون لتفقد ممتلكاتهم الخاصة استعدادا للعودة والسكن كما تجري الاستعدادات لترميم المباني المستلمة إذانا بعودة الموظفين إليها احتمال من اليومين القادم سوف يبدأ أعمال الترميمات بإدارة الشرطة والشرطة العسكرية وكلية الأداب ويليها المكاتب الأخرى بإصرار وعزيمة الأخ المحافظ دكتور أمين أحمد محمود صندوق النظافة أول الواصلين إلى المناطق المستلمة من قبل الأمن وسيصل بعده كل المؤسسات الخدمية والإغاثية وسيصل المواطنين أيضا وستفتح المحلات التجارية لتستعاد الحياة في مدينة الحياة التقى محافظ تعز الدكتور أمين أحمد محمود بالهيئة التنفيذية لتحالف القوى السياسية المساندة لشرعية بالمحافظة واستعرض المحافظ في اللقاء الأوضاع والمستردات الراهنة في المحافظة وما تم تحقيقه من قبل اللجنة الأمنية ولجنة التهديئة للأحداث المؤسفة التي حدثت في الأيام الماضية وصولا إلى التوقيع من قبل اللجنة المكلفة باستلام المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية في المربع الشرقي أكد المحافظ على ضرورة تجاوز الخلافات تقديرا للوضع الذي تعيشه المحافظة من حرب وحصار وحالة مأساوية والتكاتف من أجل توفير الأمن والسكينة ومكافحة العنف والإرهاب بكل أشكاله وصوره من جهتها أكدت قوى التحالف السياسي في المحافظة وقوفها إلى جانب السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة وجددت تأييدها لكل القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها والهادف إلى استعادة المؤسسات والمرافق العامة المدنية والعسكرية وتأهيلها وتفعيلها وإعادة الأمن والاستقرار في المدينة وأكد الجميع على أهمية إعادة تمركز الجيش الوطني وانتقالهم إلى الجبهات وضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين أمنيا وتعزيز الجبهة الداخلية والاستفاف في مواجهة العدو الذي يتربص بالجميع أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري إن الحملة التي بدأت في محافظة عدن حققت نجاحا كبيرا وتأييدا شعبيا ملحوظا جاء ذلك خلال لقاء الوزير الميسري بالقائم بأعمال محافظ عدن أحمد سالم ربيع علي في مكتب وزارة الداخلية وأكد الميسري إن الحملة التي بدأت في عدن وستستمر حتى نهاية الخطة التي من شأنها القضاء على كل المباني العشوائية والاستحداثات التي توسعت عقب تحرير مدينة عدن من ميليشيا الحوث الإيرانية في العام 2015 دشن وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني سر الرعين اليوم في أرخبيل سقطرة برامج التوعية بمخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور الجديد في المحافظة وفي حفل تتشين أكد الرعين على أهمية برامج التوعية بمخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور ودوره في رفع الوعي بمخرجات الحوار وقال إن الفعاليات السابقة حققت صدا واسعا وأسمت في الطلاع المجتمع بدوره في التعريف بمخرجات الحوار الوطني ودعم وتعزيز دور الشرعية في المجتمع وتعزيز التماسك والتعاون بين المواطن والحكومة ممثلة بالسلطة المحلية فضلا عن بناء الشراكة بين الجهات المشاركة في المشروع في التوعية بمخرجات الحوار الوطني قال سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد سعيد الجابر إن خطة العمليات الشاملة في اليمن تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني على نطاق واسع وشامل يتجاوز تقديم الدعم الإغاثي والغذائي والطبي والإيوائي وبالإضافة إلى تقديم الدعم المالي للمنظمات الدولية والبنك المركزي والمشتقات النفطية وأوضح الجابر في الندوة التي نظمتها جامعة الملك سعود في الرياض بعنوان إعادة الأمل الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن إن خطة العمليات الإنسانية تهدف إلى زيادة المنافذ البرية والجوية وتوسعة قدرات الموانئ والبنية التحتية للطرق والمطارات في اليمن بالإضافة إلى زيادة الواردات من الشحنات الإغاثية والتجارية للجمهورية اليمنية مع العمل مع الأمم المتحدة على تعزيز إجراءات عمليات التفتيش للسفن المتجهة لموانئ الحديدة وقال السفير السعودي إجمالي مساعدات المملكة العربية السعودية المقدمة لليمن حتى اليوم بلغت نحو 11 مليار دولار وهي متمثلة في دعم البنك المركزي والمساعدات الإنمائية والمساعدات الحكومية الثنائية والمساعدات المقدمة للزائرين اليمنيين والمساعدات الإنسانية لقيت حادثة محاولة اغتيال عدد من قادة الجيش الوطني والمقاومة في محافظة الضالع لقيت استنكارا شعبيا ورسميا واسعين وأكد أبناء المحافظة أن هذه الجرائم لن تثنيهم عن نهج المقاومة والسير على درب إنهاء ودحر الميليشي الحوثية والانقلاب وتفعيل مؤسسات الدولة والسير نحو المستقبل الواعد نتابع الأعمال التي يقوم بها بعض المحسوبين على ميليشيات الحوثي من الخلايا النائمة المتواجدة على مستوى المنطقة في ميليس لن تثني الجيش الوطني ولا أفراد المقاومة عم واصلة كفاحهم ونضالهم وجهادهم الذي مستعهم على استعداد تام أن يقدموا رؤوسهم من أجل تحقيق النصر اللازم لن تثنينا هذا الأعمال ولن تؤثر على ممارسة أعمالنا اليومية في الجبهة ولن تؤخر من عملنا شيء هذا ما يعني الرسالة نود إيصالها إلى ميليشيات الحوثي وإلى كل من تعاون معها في ميليس وفي خارج مده عمال الغدر والخيانة التي يقوم بها بعض المحسوبين على الميليشيات الحوثية لن تثنينا عن العمل وعن النهج الذي انتهجناه ولن يغير من طبيعتنا ومن عملنا ومن جهادنا ضد الميليشيات بل سيزيدنا عزما وإصرارا في تحقيق النصر إن شاء الله تعالى بالنسبة للبوات لا تأثر فينا ولا تأثر بالجيش ولا بالمقاومة الشعبية إن مثل هذه الأعمال لن تجيد المقاومة والجيش الوطني وأفراده وقادته إلا إصرار وعزيمة ولا يمكن أن تثنينا عن تطهير مناطق اليمن شبراً شبراً من دنسهم الإقرامي هذه الأعمال إقرامية ولن يقدموا علىها إلا من ضعف وليس من قوة ونهيب بقوات ورجال الأمن الأشاوس وقادتنا بأن يعملوا جاهدين لاقتتاث مثل هذه الخوانة الذين يحاولون العبث بأمننا واستقرارنا في المناطق المحررة ميليشيات الحوثي هي العبوات والألغام فإنه هذا عمل جبان وليش يعني من إخلاقيات الحرب وهذا الكلام طبعاً لا يثنينا أمام الاستمرار في الجهال وفي قتال هؤلاء الحوثاء طبعاً قد أستهدفوني مرتين وإن شاء الله لن نتراجع ما يقوم به ميليشيات الحوثي هو عمل جبان وليس من عادة الحرب ولكن نقول لهم معنوياتنا عالية إلى السماء وإنها تزيدنا عزماً وإسراراً نشرتنا مستمرة وفيها السيول تجرف طرقات في الجوف ومطالب بإصلاحها مستشفى بيحان جهود مضنية واحتياجات ملحة يشكو المواطنون في محافظة الجوف من تدفق السيول التي أدت إلى تجريف الطرقات في المحافظة مطالبين السلطة المحلية بالعمل على سرعة إصلاح الطرقات التي تصل المحافظة بالمحافظات المجاورة بعد أن جرفت السيول الطريق الواصل بين محافظة الجوف ومأرب ما أدى إلى توقف حركة السيارات لساعات طويلة نحن سواقين الشاحنات نطالب بتصليح هذا الكبري اليوم أنها ثاني يوم بسبب انقطاع الخط من السيول ولذلك نطالب الجهات المختصة بإيجاد الحلول العاجلة الناس يعانوا ذا الحين من هنا إلى السلامات ومن نقطة هذه إلى الحزم إلى مدينة الحزم يعانوا متوقفين ذا الحين ما يمشي إلا المطر أدعو الجهات المختصة برفع العذا هذا وبناء كبري وتوسعة الكبري أقام اتحاد إعلام اليمن الاتحادي في العاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل بعنوان تأثير وسائل الإعلام الخارجية على الإعلام المحلي وذلك لبحث إشكالية تسرب الجمهور المحلي نحو وسائل الإعلام الخارجية وتطرق المشاركون في الورشة إلى أهم الأسباب التي جعلت الإعلام الخارجي يتفوق على الإعلام المحلي ومن أهمها عدم اعتماد الحكومة بميزانية وزارة الإعلام وخلصت الورشة إلى جملة من الملاحظات والإشادات الضرورية للعاملين في المجال الإعلامي يقبع مستشفى بيحان غربي محافظة شبوة وسط دائرة الاحتياج وعلى الرغم من تقديمه الخدمات الصحية لمختلف مديريات المحافظة إلا أن ذلك لم يشفع له المزيد في سياق تقرير مراسلنا حسن البوريك كجسد ينهش في لحمه الداء هذا هو حال مستشفى بيحان غربي محافظة شبوة والذي يعتبر قبلة لآلاف المرضى وأمله الوحيد في التخلص من الأمراض المختلفة أجساد منهكة تقصد هذا المستشفى يوميا وتعود أغلبها دون مفائده نظرا لعدم وجود الأدوية أو الأجهزة الخاصة بتشخيص المرض ما يضطر المرضى إلى الاستسلام للموت ميليشي الحوثي قبل دحرها من مديرية بيحان قامت بنهب الأجهزة الضرورية والعبث بالمستشفى حتى أوصلته إلى هذا الوضع المتردي ما جعله عاجزاً عن تقديم معظم الخدمات الموازنة التشكيلية هي أبرز المعوقات التي تعيق تقديم الخدمات للمرضى في هذا المستشفى بالإضافة إلى النقص الكبير في بعض الأدوية والأجهزة التبية الضرورية على الرغم من استكباله للعديد من المرضى ناهيك عن استكباله للجرحى من جبهة ناطع ونعمان بمحافظة البيضاء عاني منه وهو أقل الموازنة التشكيلية للمستشفى نقص بعض التخصصات كالإذن ونوفر الحنجرة غير موجود بالمستشفى وغير موجود بالمديرية ونقصنا بعض الأدوية والمستلزمات الطبية للطوارئ والعمليات والتخدير رسالتكم فيها؟ رسالتنا أوجه ندائي إلى كل المنظمات داعمة وإلى وزارة الصحة وإلى حكومة بشكل عام أن تنظر إلى مستشفى بيحان لأن مستشفى بيحان يعتبر مستشفى محوري لعدة مديريات ليس لمديرية بيحان فقط ينتظر هؤلاء المرضى بصيص أمل من خلال المنظمات الإنسانية والحكومة الشرعية بالنظر لحالتهم المأساوية ونشرتهم المتكررة التي تتلخص في عبارات موجزة أن أمنحون الحياة حسن البوريكي لقناة سهيل من محافظة شبور أقر مجلس إدارة مستشفى سيئون العام في اجتماعه اليوم برئاسة وكيل المحافظة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثير أقر تشكيل لجنة منبثقة من أعضاء المجلس الإداري للمستشفى لإعداد هيكل تظيمي وتوزيع المهام لأعضاء مجلسي إدارتي المستشفى والمجلس الإداري للمستشفى كما جرى في الاجتماع الذي حضره وكيل محافظة حضرموت سالم بن شرمان ووكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي تكليف مديري المستشفى سيئون العام الدكتور عمر بن مسفر سكرتيراً للمجلس الإداري للمستشفى وفي مستهل الاجتماع أشاد الوكيل الكثير بالجهود الكبيرة التي تبذيلها إدارة المستشفى وكل العاملين رغم العوائق والتحديات وأشار بأن مستشفى سيئون لم تقتصر خدماته على أبناء المحافظة بل امتدت للمحافظات المجاورة نتيجة للظروف الراهنة التي تعيشها البلاد دشنت مؤسسة الحياة للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في مستشفى الهيئة العامة بمأرب المرحلة الثالثة من مخيمها الطبي في اليمن بالشراكة مع فريق ميديا جلوبل الطبي العالمي ضمن الأعمال الإنسانية التي يقدمها لمساعدة اليمنيين حيث سيقوم الفريق بإجراء عمليات جراحية في عدد من التخصصات على يد مجموعة من الجراحين العاملين في عمليات جراحة العظام والجراحة العامة خلال الفترة من الثلاثين من إبريل إلى ثلاثين مايو برعاية محافظ محافظة أبيان الوأركن أبو بكر حسين سالم وبدعم من الشيخ أحمد صالح العيسي أقام مكتب التربية والتعليم بمديرية لودر حفلا خطابيا وفنيا وتكريميا بمناسبة اختتام العام الدراسي 2017-2018 كما تم افتتاح معرض فني وثقافي لإبداعات الطلاب والطالبات بمدرسة العزاني للتعليم الأساسي حوى نماذج من ابتكارات الطلاب في مجال المجسمات والموروث الثقافي والعادة والتقاليد في حياة أبناء الريف في المحافظة برعاية محافظ محافظة أبيان لواء الركن أبو بكر حسين سالم بمناسبة أسبوع الأصم العربي الثاني للعام 2018 وتحت شعار توظيف الصم في المجتمع والحد من بطالتهم أقام جمعية رعاية وتأهيل الصم بمحافظة أبيان يوم أمس حفلا خطابيا وفنيا بهذه المناسبة وفي الحفل أعرب نائب المحافظ عن سعادتي بمشاركة شريحة الصم احتفالهم بأسبوع الأصم العربي الثاني مؤكدا مواصل الدعم السلطة المحلية بالمحافظة لكل ما من شأنه تطوير أنشطتهم وبرامجهم التعليمية والإبداعية نشرتنا انتهت وعود إلى عنوينها استشهاد امرأة وإصابة أخرى برصاص قناص حوثي في تعز تستهدف يوميا مأرم تحتضن حفلا تكريميا لعمال اليمن بمناسبة الأول من مايو استنكار واسع لاستهداف قادة الجيش والمقاومة في الضالع للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل دوت نتو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام في أمان الله اشتركوا في القناة